نحن جماعة دارين نتكلم كلمات مختصرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع ونحن جينا من بعيد الله يتقبل ما عشان نشتم الناس ولا جينا عشان نزع إلى الناس ولا جينا عشان نشاكل الناس جينا عشان نمرق نفسنا الله يمرقنا ويمرق بينا غيرنا من العذاب والله يرحمنا دلقوا وسط بس ما في حاجة تاني وما جينا عشان ناس يبقوا معنا لا لا أبقى مسلم بس براك كذي تمام ما تبقى مع أي جماعة والناس بيجوا من بعيد بيجوا وحدهم بتاعين كورة الناس قاعدة تحترمون واحد تلقى جاي من الخرطوم إيجي لعب كورة هنا دي 22 راجل لابسين لون أردية ساكل لون بلاستيكة فيها وإجار وبإجار وبإجار ما بزول بيسألون واحد تاني يجي من آخر الدنيا عشان يغني رقص الأولاد والبنات لقيته باللفة والألم العلي خفة ألم بتاع شنو وما بعرفه يا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب داري غريقهم معاوه وهوس بتاعين فنانين وبلاوي واحد يجيبكي ولهي بشوق ورحل الغمام ما في غمام ولا في حاجة وكذب سايا أقول هذا كلام نحن ما جينا عشان المواضيع دي جينا عشان الناس تنجوا من عذاب الله تعالى كيف تنجوا من عذاب الله ناس تبقى على الإسلام الصحيح إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دين الإسلام ناجي معه باختصار شديد عشان تفهمه قائم عليه أصلين هس هيت من المحل دي بعد تمش أفهم الدين ده كله قائم عليه أصلين بس لو في إمتين انت في إمت الإسلام وانت بتكون زول تمام ولو ما فهمت الأصلين دي بتكون لها في سيح كنت رأوب تقول اكتبوك في الرغم الوطني ولا في غيره من الأشياء وفي الشهادات الديانة مسلم وشاهلة في جيبك لكن تما فهم الإسلام الإسلام جماعة قائمة على أصلين الأصل الأول اللا يعبد إلا الله بس العبادة لها واحد بس الله سبحانه وتعالى الوجود ده الوجود فيه رب وفيه مربوب الملائكة من المربوبين البشر من المربوبين الجن من المربوبين الحيوانات البهائم كلها من المربوبين الرب هو الخلق المربوبين ديل نحن ومنعبد ناس زينا ولا عبيد زينا نحن عبيد لا نعبد العبيد وإنما نعبد رب العبيد سبحانه وتعالى أشكي رب العزة والجلال رب العزة والجلال قال أفحسب أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء هم عبادي كيف بقون زي قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله البتنادون غير الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم دعا عبدي زيك أخ هسان عتر زول عليك الله بهز وريز أعتل أعتر أنا دي ليزو زي أنا دا رقع أقولي أفلان الحقني إيدي خيابة زاته خيابة زول تلقى مرته سايقة من يده ماشي معاه يعني ماشي وبيتونسه المرت أعتر داره تقع نادة الشيخ معناه راجل دا شنو معناه دا ما مالي عينه صح ولا ما صح لأنا نادت لها راجل تاني ولا كيف معناه دا جيقر زاي لا في معاه تيس بس لا في زاي لكن الزول حقيت تبقى في الله تمام الله سبحانه وتعالى قال أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وراجل دا بيحميه لأنه قادر لكن زول في آخر الدنيا لا جماعة زول الآن هنا فيها بوجبيهة واحد في العباسية تقلي دا جاته كربا داك بيحله دا أول شي داك بيسمعه واسه نحن نخطينا الميكرافون دا مش الناس ما بيسمعه هذا إتا بتعالي وما بتسمع تكون إتا في بلد وأنا في بلد ونسمع ياغل الأستاذ في المدرسة لو بيدرس في الطلبة الأستاذ واقف جنب السبورة بيكتب والطلبة كلهم جاتوا بيوقف الكتابة يقول لهم بطلوا الهرجة الأول جازكته لأنه رأسه بيضرب يتكلم معه دا ولا يسكتن لأنه بشر ما ممكن يا جماعة الشيخ يكون هنا إنادوا ناس من العباسية وناس من جلقني وناس من كسلة وناس من أمبدة وناس من ما بعرف الجزيرة وناس من وين وناس من مروي وبنادوا في واحد بيسمعهم كلهم ويالحق ياتوا يخلي ياتوا لكن الله في يوم واحد في يوم عرفة ملايين بيدعوه وبيسمعهم كلهم ولا ما بيسمعهم بيسمعهم ولو شكلوا يا الله نحن عندنا المشكلة الفلانية بحلة ولا ما بحلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى منه شوف ديالك كانوا بيشكل يا منه بيشكل يا الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير عشاكي رب العزة والجلال قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والله سبحانه وتعالى قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى والله سبحانه وتعالى قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فإن تتسأل الله ما تسألك زوج زيك يا معا باختصار زول مات الزول ده زول صالح ما قلنا ما صالح مثلا صالح الزول ده صالح ومات خدتوا في العنقرب رفعوا من ظهروا ميت دغطوا بطنه طلعوا الحاجات الجوا جابوا ثلاثة جرادل جرد الموية وجرد الموية بيسدر وجرد الموية بيكافور وغسلوه دعاكوه ما قادر يحرك أصبعه بيغسلوا فيه ميت وبعد غسلوه خدتوا ثلاثة قطع زي الملاية كفنوه طق 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 كفنوه وربطوه ثلاثة رباطات ميت وخدتوا فوق بيرش وفوق عنقريب وشالوه أربع رجال ومعاهم كمية من الناس وودوا المقابر حفروا المطمورة وحفروا ودى اللحد اللي يقول لحد ودخلوا جوه وجابوا اللبنة الطوب طق 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 رسوه وجابوا الطين ليسوه قفلوه ألا ما قفلوه قفلوه جابوا التراب فوق ليه وكرررر كابوه امشوا آخرى الدنيا الرفعوه دا الأربع ذاته عربية ذارة انقلب يقولوا دا ذاته ويقالوا وديدوا الدفنتوا دا جوه ولو بلحق إنتوا شلتوا أربع عليه نحن بالراحة كذين لو الزولت بلحق إنتوا لأربع شلتوا والدويتوا المغابر ما كانوا مش بروا لو الميد بتحرك النازل ما قالوا سورة ياسين قال تعالى في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون الميد ده ما بيرجع في الدنيا بيرجع بعدين في القيامة و الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء وحرام حرام يعني ممنوع الحرم في اللغة يعني المنع وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الماد ده ما بيرجع لك في الدنيا والله شكاية الله قال لك في القرآن أموات البتناديون ديل وكلامنا ده ما تزعل منه لأنه ده ما نبز أي زول يقول لك تنبز وقفوا قل لي الزول ده مات ولا ما مات ألي تبتناديو مات نحن قلنا مات ما قلنا فلان ده في النار ما نبزناه قلنا لك الزول ده مات والله الخلقك قال لك أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون والله الخلقك سبحانه وتعالى قال وتوكل على منه على الحي ياتو ملح يا كتار قال لك على الحي الذي لا يموت في غير الله ما بموت كل من عليها فان ويبقى منه وجه ربك ذو الجلال والإكرام والله قال لك توكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت معنى الحي اللي بموت ما تتوكل عليه لأنه بموت لأنه ملك الموت أقوى منه بقلع روحه والنازعات غرقا والناشطات نشطا قل يتوفاكم ملك الموت لأنه ضعيف الله سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفة وبعدين يا أخ لما الناس زمان خلي الأولي يبتعيننا في السودان ولا في غير هل بيقولون أفضل الأولي يبتعين السودان ولا أفضل عيسى عليه السلام أسألكم من لا أفضل منه مش عيسى عليه السلام لما الناس عبدوا عيسى عليه السلام الله قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلاني الطعام ليه قال كانا يأكلاني الطعام لأنه بيأكل الطعام محتاج للأكل والبيأكل بعد يأكل بيمش وين بيمشي هناك يغير زيت صحة ولا ما صحة بيمشي محلات تانية والبيمش محلات تانية ما يعبد ما يعبد ناقص ناقص أنا نادي فيه يا أفلونا لحقنا هم أسكن اللي بريك دا بيلحقني كيف دا هسيدي حلوها كيف يا ناس دي هوساي والله دا مخلوق زيك ضعيف اتوكل علي الله واعتمد علي الله وأيزه لها جماعة والله نحن ظننا فيكونا الخير وتكيفنا جدا كون أخواننا يجوا هنا حلقة زي دي في السوق الناس واكفى علي حيلة شباب جزاون الله خير واكفين وعمامنا واكفين وناس بتاعين شرطة وغيرهم جزاون الله خير جو مارين ويكفوا يسمعوا ونساوين من بعيد بيسمعوا دا يدول علي خير نحن دارين الخير دا يمش لي قدام ما قلنا للناس يدعلقوا بينا ولا أقول للناس خلوا شيوخكم نادوا شيوخنا لو قلنا للناس شيوخكم خلون نادوا شيوخنا نحن مفروض يزعلوا صاح meets قال يزعلوا لكن خلوا شيوخكم وخلوا شيوخنا والنادي الله دا بزعل زول مسلم يا جماعة على قال الله بزعله يا أخي الله كريم يا أخي التدارس دا الرزك قالوا في السماء يرزقكم. ما ايه متاع الحجبات. متاع الحجبات مفلس ذاته. انت لاقاك متاع حجبات مرطب? لاقاك? كلهم مفلسين وجعانين ومقت. والا واحد تلقاه لا تدور ما فطر. لا تدور. تلقاه خش مناشف جزاق الله خير. خش مناشف. ايجي والدبرك يريك فيه. تقول لي ما لك? ما لك ما فطرت. يقول لك والله ما ترزقنا لسه. او حجابك ده بشتغل متين ازالت ظهر ما ترزكتها. ده بشتغل متين يعني. والله الذي لا الى غيره. كلها وسه يا اخي. يا اخي الرزق ده عند الله. قال وما من دابة في الارض. دابة دي ذكر نمل داخل فيها. ذكر النمل داخل فيها. قال وما من دابة في الارض. الا على منه? الا على الله رزقها. ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. رزقك عند الله. تجي السوق. توكل على الله. تفرش طماطم عجور. وعرديب. كله بعدين في النهاية الله برزقك. وتامش متكيف جدا. تأكل اولادك. وتحتسب الاجر. الله بديك اجر في اكلهم ذاته. وتامش قدام. ما تعلق لك. حاجة يا اخي. ولا واحد يقول لك ده من السكين. صحابة ده المش خش معارك. صحابة. صحابة الرجال. الرجال. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ده السماء سبيب الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا ماذا نشتت الكلام. الصحابة شالوا السيوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم احد. ده الرسول سيده سيدك صلى الله عليه وسلم. يوم احد صلى الله عليه وسلم جاء سهم. كسر الرباعية بتاعته. الرسول صلى الله عليه وسلم. كسر السنين التحت الرباعية. طلح ابن عبيد الله. ده من العشرة المبشرين بالجنة. عشرة مبشرين بالجنة من هنا. طلح قال. اصبت يوما احد في كل موضع من جسدي. حتى جاءني سهم فاصابني في ذكري. قال لحد اصابني سهم في ذكري قال. ابتلوا الصحابة. ما علقوا حجبات. ولا علقوا القرآن. حمزة رضي الله عنه. اسد الله. كتلوا الا ما كتلوا. كتلوا بحربة. في النهاية ابتلية. وشجاع. ومقاتل. ما في صحابي كان بيعلق حجاب. ولا في نبي كان بيعلق حجاب. الانبي يبكتلون يا اخ. في القرآن سورة البقرة ما قريت. افكل ما جاءكم رسول بما لا تهو انفسكم مستكبرتم. ففريقا كذبتم. وفريقا شنو. وفريقا تقتلون يا امبي يبكتلون يا. تايد قل له يا اخ حجاب بتاع سكين. واصلوا بتاع سكين. ليه ده اللي بيموت والحجبات في نص هون. كتار واحد تلقائي القليز والميت. هو في معركة الميت هذا. ومالان حجبات. يشيل الحجاب يلبسوا. وده ما قاله ده نايم. ده حصل ليه شنو يا. ده ساب البلد يا ولد مرق مرة واحدة. مع عارف العاصل. وده مرق عبر عبر المحيط بغادي. ولذلك هجماعة الناس اعتمد على الله. ما ممكن طفل هجماعة يعلقوا في كمون. طفل. الطفل ده في بطنمو تسعة شهور. تسعة شهور. وعشر يوم قال لك. تسعة شهور. في بطنمو الله حافظه. والله هس انته كبير كده. كبير. لو شالوك دخلوك في بحر. ساعة بتموت ولا هبتموت. جوه غرقوك كدي. مش بتموت. الطفل ده جوه موية. في بطنمو. ما غير جليه. مطفق قاعد جوه. وفي نص الليل يدي وموه شلوت. تر. تقوم. يا ما في حاصل. يقول لك والله الجنة ده ضربني باجاه. في بطنمو. والله يأكل ويشربو. بحبل بس حبل سري. كر. بعد فترة تسعة شهور الجنة يجي مطفح مارك برا. ايجي يبكي. ايرضعوه. بعد فترة يعلقو له كمون. يا مارة ده شنو. ولك والله بيحفظو. ويجوه بطنمو حافظو منو. ويزا حفظو في الضيقة. الزقاقة الضيق ده حفظو فيو. الواس عدي بيحفظو ولا ما بيحفظو. بيحفظو يا اخ الله قال فالله خير حافظة. وهو ارحم شنو. وهو ارحم الراحمين. النقطة الثالثة يا جماعة ما بزول بيعلم الغيب. ما يخشوك. نصدق القرآن ولا نصدق فلان وفلان من الناس. الله قال في القرآن سبحانه وتعالى. قال وعنده. وعنده الله. مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينا. هس الزول بكورك ده شفتها انا بتحداه بحاجة واحدة. ستعرف الله عشان تعرف عظمت الله وتعرف ضعفه. اللي مد يده دي كذي. يده دي. مش مده كذي. اللي عد لينا فيها كم سبيبة. هس دي اللي عد لينا. الله بيعلمها يا جماعة ولا ما بيعلمها. راسك ده راسك الكبير ده فيه كم سبيبة. عارفه. شنبه ده شنبه. انا كم سبيبة عارفة. ما عارفين الاف سوروسة يلا يديك. ولذلك نحن عارفين الحاصل. شغل ده جماعة بيد الله سبحانه وتعالى. انت وبتتحدى الله يا اخي. الله ده عظيم يا اخي. وانا اعنا قول لك نادي وهو الكريم يا اخي. الرحمن الرحيم يا اخي. قم بالليل. يا الله والله انا دار الزوج والفلس كتر والغلاء. شوف فكرة ما يعرس لك. واحد في الفتحاب كتمت بيو. في الفتحاب. عندها اخوي زاكن معاون. قال رفع يديو. قال يا الله. الاسبوع ده يا عرس لي يا اقتل لي. انا دعبت خلاص. والله. اسبوع بس. اخوش هي قليها زول ما تم اسبوع الا حقدوا ليه. قلت له الله اذا الله سترح ليه. ما دمشي تقول كمان تنترم مرة واحدة. ولذلك قدت تدعي الله يا اخي. الله عنده اي شي يا اخي. الرزقها جماعة مش عند الله? ما ابدأها نطلبه من فلان. الجنة مش عند الله? ما ابدأها يطلب من فلان. الكربة مش بحلها الله? ما ابدأها يطلب من فلان. فانها تبقى عقيدته في الله. وما تمش ليه زود تقول ليه شوف ليه الريحة وكذا وعمل لي سو لي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون أما المسألة الثانية عشان نختم المغرب الناس تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أبقى حر ما تبقى معايزون بس تبع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك الحديث الفلاني طوالي طبقه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري المسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى في ناس بيابه عديل ده الباب فاتح تلقي كابس في الشباك ما تبرك بإياه قال لك ده درب الجنة هذا تا مش بيابه عديل إتا دائر الجنة تقعد تتلوله وتنطط في الشبابيك ده هو الدرابزين ده شفت والحيات دي شبك داي مزكك كذي لما تكتم بك جوه قال لك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن حصاني شنو فقد أبى أبى حديل وانت قال استدال بكرهون بيشوفوا شكلنا ده كذي يقول لك شوف ده عامل كيف واحد مرة بموتر شاف دي جنيدي بس قال لي عامل زي التيس قال لي قلت له في تيس وجيه كذي قال لي قلت له التيس ده عنده شخيط واحد وانا ما قفل حديل قلت له ما شوفت اللسد اللسد ومرت اللبوة العندو ديكد اللسد ولا مرتو أبو ديكي نياتو اللسد قلت له ما تقول لي زي اللسد جاري للتيس يا بتاع التيس بيقى مارك طوالي وقل الله والرسول قال لي كذي صلى الله قال حفو الشوارب وعفو جنو قال له أنا منع فيها بس كذي أعيليك تحي تقول لك والله أنا مما أشوفت جلاليب القصيرة دي دمي بفور طوالي بفور رحنا عنده روس انت بتفور زي قل لك والله باعكر عكر أشوفت شغل ده شوف النازل من قصار كذي باعكر طوالي تمشي تمسكو تقول لي انت بتشجع شنو ريال مدريد ولا برشلونة الله يقول لك الريال دي الخطرين أي و وبرشلونة دي اللي عابين تقول لي ميسي كيف ميسي ولا كريستيانو كيف قل لك بتكيف إنه جدا أي و ميسي لابس لحد وين ده نعرف ميسي ده لابس لحد وين مش لحد الركبة أها أطولنا ولا ميسي والله يقول لك أطولت وإنت وقت القصر بحكرك مفروض تحكر من شنو من داك صح ولا ما صح لكن عشان تعرف الزول ده عنده شغلة شنو عنده شغلة جوا يعني دا الرزول قال كذي الزولة اللي بتابع مصارع تلقى يتطح بالباب وووك وبوشم وحديد وتلقى يطرف في المخبازة وفي المديدة كل يومين يقول لك شغل ده كيف ما كبر لأنه متابع له مصارع البتابع لعب كورة تلقاه ينطط زي العتان وووك 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 وما بزول بيسعلوا البتابع فنان تلقاه حالقة زيه وشغال يبكي وما في حتى رسالة ورسالة ما في كتمت ايش ما فيش ده الكلة ونخلون يعني بتابع فنان يخلوا مصارع يخلوا لعب كورة يخلوا البتابع الرسول يزعلوا منه هجماعة كلام ده ما عب والله كلام ده كعب مرة واحدة ولذلك نحن كلامنا يطول وإن شاء الله في محاضرات وفي دروس وأنا والله متكيفين منكم جدا ومن وقفتكم دي ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم النازل تشت الله يصلحون واصلحنا نحنا في لغاء فإن شاء الله في محاضرة أو لغاء الناس تحاول تشوفوا وين وتحضر جزاكم الله خير على حسين السماع وبارك الله فيكم الله يحفظكم ويحفظ أموالكم وأهليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته